للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الرياض موفد أكسترانيوز الزميل شادي شاشة برحب بك شادي وفي اليوم الثاني من أيام القمة العربية الأولى بين العرب والصين ما الجديد لديك؟ الجديد دارين هو لقاءات الرئيس السيسي اليوم نعلم تماما أنه بالأمس التقب الرئيس الصيني تشي جي بينغ وأيضا رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أما اليوم فقد التقى الرئيس السيسي أولا بالرئيس التونسي قايس عيد حيث تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين تم التأكيد على تعزيز هذه الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس أشاد الرئيس التونسي قايس عيد بالتجربة المصرية الملهمة في مجال الأمن والاستقرار والتنمية وتم التأكيد دائما على حتمية التعاون بين البلدين الشقيقين لقاء آخر أهم دارين مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية مع الرئيس السيسي اليوم هناك تجديد طبعا على ثبات الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار السودان وتحقيق التنمية في روابط تاريخية تجمع بين مصر والسودان الرئيس السيسي أكد على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن أيضا في السودان كما أكد دعم مصر للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه خلال هذا الشهر دارين باعتباره خطوة همة ومحورية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في السودان هذه اللقاءات كلها شهدت مباحاتات همة للغاية مباحاتات تنائية بين الرئيس السيسي والقادة العرب وطبعا بالأمس الرئيس الصيني تشي جي بينج حيث تم التأكيد على أهمية هذه القمة وأيضا على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر بالصين ومختلف المجالات مجالات التعاون بينهما في الفترة القادمة نعلم تماما أن مبادرة الحزام والطريقة التي تتبنى الصين مصر هي جزء أصيل منها وبالذات محور قناة السويس في هذه المبادرة فهناك الكثير والكثير يعني يعقد عليه الأمل من خلال هذه القمة هناك قمة أولا خليجية ثم قمة خليجية صينية ونأتي إلى القمة الرئيسية وهي القمة العربية الصينية اليوم ويعقبها بالتأكيد مؤتمر صحفي للأعلان عن مخرجاتها هذا هو مجمل ما تم في هذا اليوم حتى الآن دارين من الرياضة موفد أكسترا نيوز الزميل شادي شاش بتوجه ليك بجزيل الشكر وننتظر المزيد من الإفادة في خدمات إخبارية أخرى خلال اليوم شكرا شادي شكرا شكرا للمشاهدة شكرا